ينسلوا بشي نفهمو سلام عليكم سلام ان شاء الله مسيرتنا ان شاء الله تنفلس من النادي الكن مع الاسقر نحاولوا انه منوقفوش حركة برور يعني لما ننصلوا ضوء احمر ننتظروا الاشارة واقفين الحد ما يصنفوا احضر ليلة مجتازوا تتخولوا نمشوا انا ارمضي تتخلق النادي تتخلق النادي تتخلق النادي تتخلق النادي تتخلق النادي جزاكم الله خير بسلاح ومآت الامن همه همه للمشد الزمن فقد خارخت في عروق الهتمان نموذونه ويحيا الوقت تتخلق النادي تتخلق النادي سوthood نسم خانها ولا هاش من ليس شد جندها للموتونه ونحيا على عهدها حياة الكرام وموت الاصى حفاة الحمال يا حفاة الحمال هالأمو هالأمو ويش في الزمن صارت صارحاً يا حروب من الحمال ويسا عموتوا ويسا عموتوا حفاة حفاة الحمال نعم يا حفاة الحمال أحفاة حفاة الحمال أن أخذ المعارضة في تنزي وفي هذا المعارضة توقفها في قبل أن نحن نحن ترويق هذه تلعبات تلعب في تلعبات تلعب لكذلك شكرا 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 للمساعدة تنزيزية شكرا لكل المعارضة تنزيزية ومع ذلك لتشعر الناس المساعدة للشهر لأننا نجحنا للشهر لقد نفجتنا جدًا نجحنا للشهر لقد نفجتنا الناس ولن يتقامنا لك العمل ولن يتقامنا لقد نفجتنا لذلك لقد نمنا الكثير من الأولى الجنسية من المنزل المنزل في تعالى المنزل نجد أن نعرف كل المنزل سنقبل حلما نرى ويصدر الجنسية على السمين المنزل لذلك نجد أن نقل ذلك لذلك نقل ذلك السياسة للتنسية لأن هذا يهمها الصلاة 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 تنسي تحتاجد كلها كلها صلاة لتنسى دماغة لا تتحدث و لا تتخلص هذا هو مهم جدا نحن نحتاج لكل تنسيين لتعرض لتحديث لتحديث لطاقة الناس لذلك نحن نحتاج لكم لأن تنسية لكل تنسيين ونحن نعطيه لك أعطيه لك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ناصر الضعفاء والمستضعفين بسم الله قاسم الجسري or it has written the history Tunisia is the first country in the Arab world that has a constitution in 1856 Tunisia is the first country to abolish slavery in 1846 Tunisia is the first country that has trade union in 1947 Tunisia is the first country in the Arab world in Africa that has a human rights organization La Ligue Tunisienne de Drogue de la Personne and today Tunisia is the first country that got rid of a dictator So Tunisia today is writing history the Tunisian people we tell to our brothers and sisters in Tunisia thank you for what you have done for Tunisia Tunisia today needs now the work starts now half of the work has been done has been done yesterday when we get rid of this dictator and now we need to rebuild this nation we need to rebuild this country together we need unity and we need inclusion no exclusion after this day every Tunisian every one who has the citizenship of Tunisia has the right to participate we need to build the future of our country we need to build the future of our country no, 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 nano,In some local بالله القواد اللي واخفينه معنا يوز بدروحه بالله القواد اللي واخفينه معنا يوز بدروحه بتونسيا الان es open to everybody who can contribute to the bright future of this country so as i repeat what i said i have said that Tunisia is open to its sons and daughters to contribute the المدى للأطفال لدنا والأطفال لديهم في هذا القدام وأنا شكراً على كل الناس وكأنهم يتحدثون في هذا المدى وهم اظهروا أنهم يتبعون لدعهم ما نسألنا ما أسألنا اليوم وهي الهربر ليست موجودا من هنا والقناة لدىنا فيه في الخطب نسألنا أن كانادا لديه إيقافة. كانادا لديه إيقافة في إيقافة الإيقافات. أعلم أن التونيسيين لا تحتاج المعرفة. لكن معرفة إن أي شخص، إن أي شخص يمكن أن تساعدنا في إيقافة الإيقافة بمعرفة الإيقافة. هل سألقب أن تساعدنا. لكن لا يوجد أي مقاعدة في إيقافة المعرفة. شكرا. جزاكو الله خير.